نبدأ معالي النائب السيدة بهية الحريري راعية هذه الندوة التربوية سعادة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم حضرة رئيس مجلس بلدية سيدة المهندس محمد السعودي مدراء المدارس أساتذة الشبكة المدرسية لسيدة والجوار أسعد الله مساءكم هي الشبكة المدرسية وكل الإطلالات طلال طلال المواعيد في جودة التعليم هي الشبكة المدرسية من هنا من مدرسة الشهيد الحبيب رفيق الحريري ترحب بكم هي بهية وطن لأنسام صباحات ومساءات أعمارنا هي صيدة تحكي الحكاية تنشد العبير والفرح تطل بوجهها المعهود المحبوب المتأصل في صورة ملتقانة والجودة ضيفنا الكريم أيها الزملاء والزميلات من هنا من مدرسة رفيق الحريري وبإسمها نعلن الترحاب كل الترحاب بضيفنا العزيز رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم الدكتور طلال أبو غزالة سنحمل الورد والقلم عند نقطة سابتة وصوب جودة الجودة تلامذتنا سنمشي مع الجوهر ونستلهم من صاحبة المبادرات في التعليم والقيادة شقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حاملة القنديل وبيدها التربية والمواطنة خير دليل هكذا نعلن الجودة نعلن الجودة بشهادة أناس يتعلمون ويعلمون وأفكارهم النابدة بالمستقبل تتنفس الابتكار والمعرفة والريادة سعادة الدكتور نصافح وجه فلسطين نطل لبيت في يافة على جدار الانتظار والعودة يافة التي سكانتك في مقلة العين انسابت جداول وأنهارا وبحارا جبت بها العالم حملتها في قلبك من رحيق فلونت بواكير الرمان محياك أي قصة عطش الأماني كي تكتب عن قضية التعليم أمام التحدي الرقم الكبير الآن الآن شبكة المدرسية عن قرب ترى أبناءها فلسطين بحضورك المطل اطلالا مقدسيا تنادي يا هويتي يا هويتي يا فلسطين فيأتي الصدى أنا يا فا ابنكي طلال بن أديب وقد غلبني الحب والاشتياق والحنين أترك المنبر لضيفنا الكريم العزيز الدكتور طلال أبو غزان أبناء في حضور سعادة الرئيسة البلدية صديق محمد السعودي أحييكم جميعا وباعتبار أنني أرى فيه ممثلا لكم جميعا سأختصر الترحيب به رمزا لكم جميعا أهلا بكم فيه بديكم باكم طويل علي مش بطول الحديث بما سأقول أقولها هنا لأن هذا المكان القريب إلى قلبي كفلسطيني وهذا الاسم الذي على هذا المكان القريب إلى قلبي كصديق عزيز للمرحوم الشهيد الذي كلنا نفخر به ونستظل به ولكن أيضا لأنني أرى أن هناك حقا علي بأن أكون صادقا معكم وما بدي ولا أستاذ ولا معلم يزعل مني أنا في من أسبوعي من حوالي 20 يوم ألقيت كلمة في مؤتمر للتعليم على مستوى معلم قلت أنا أحضر قضية لأرفعها على جميع المؤسسات التعليمية لأنها تسيء إلى أبنائنا وتعلمهم ما لا حاجة لهم به أعطوني شكرا أريحتوني رح أخذ راحتي أعطوني أعطوني موضوع أو مادة يستطيع أي أسداد يعطيها للطفل ليست موجودة على الإنترنت أنا لما درست ما كان في إنترنت وما كان في محيط المعرفة وعندما تخرج كان هدف واحد عني من التخرج أني أدور على وظيفة وأصرف على أهلي والدي ووالدة وأخواني هل هذا هو طموح أبنائنا وأطفالنا أن نخرج عاطلين عن العمل يبحثون عن العمل في تسمعوا أنتوا أنه في أربع أو خمس أو عشر أسماء كبيرة في الدنيا أربع منها على الأقل هم أهم أشخاص في الدنيا في نظرة أهم من رئيس جمهورية أمريكا بيل جيتس وجيف بيزوز وستيف جوبس وزوكربيرغ هدول أهم من رئيس جمهورية أمريكا أنا شب مرة شفت بيل كلينتون وقاعد جنبه بيل جيتس وبيل كلينتون بيقرب حتى يقول شوفوني أنا قاعد جنب بيل جيتس فعلا بيل جيتس سيذكر في التاريخ وسينسى بيل كلينتون هذول الأربعة أو الخمسة أو العشرة تركوا بجامعة لم يتخرجوا لأنهم اكتشفوا أن الجامعة لدفيدهم وأن سقطت الجامعة هم شم اللي سقطوا الجامعة سقطوا هذول اللي بسموهم دروب آتس الصدايا والشباب بيعرفوا هذه الكلمة دروب آتس هم تركوا الجامعة بخيارهم وقرروا أن يصبحوا مخترعين وكل واحد منهم أنتج شركة كل واحد حجبها أدى الأمة العربية كل الأمة العربية اقتصادة إذا جمعت ثروات الخليج وكل الدول الأخرى هي أقل من ثروة أي واحد منهم حجم جوجل أو أمازون أو أبل أو مايكروسوف هو تريليون تريليون يعني ألف مليار كيف حجم الموازنة اللبنانية سبتين مليار الحجم الناتج القومي اللبناني أي ديت أي ديت أي ديت نقلق بحكة عن الجي دي بي الجي دي بي يعني مثلا بالأردن الجي دي بي 40 مليار دولة دولة اسمها الأردن 40 مليار شركة ألف مليار هذا هو المستقبل لذلك طلال أبو غزالي مجموعة طلال أبو غزالي قررت أن تنشئ أول جامعة في العالم لا تخرج متعلمين ولا ينجح الطالب بامتحام بل باخترام والطالب الذي لا يخترع لا يتخرج أنا فخور بكم عن جد فخور بكم لأنهم أنتم تسبقوني في تفكيركم وطبعا أنتم شباب وأنا ختيار خلصت الثمانين سنة فأكانت دهر علي واشرب بسننتوا المستقبل نحن أول جامعة وبدأنا هذا الشهر فقط بأكتوبر أكتوبر هاي السنة الآن عمنا عشر طلبات لتأسيس فروع لهذه الجامعة في العالم في العالم وأنا بأكد لك أنه خلال عشر سنين ما في جامعة راح تدرس وتخرج متعلمين لأنه مخترع واحد هو ثروة البلد كله يعني إذا في واحد اسمه يان كوم هذا يشتغل جرسول في مطعم بأوكرانيا مش بأمريكا ولا بالصين ولا بفنلندا في أوكرانيا بعد ما يخلص ويقصد الصحول ويروح على البيت قاعد يلعب على الكمبيوتر واخترع نظام وباعه لفيسبوك ب13 مليار جرسول بالليلة واحد صار يملك 13 مليار قيمة المشروع الآن تزيد عن 100 مليار بس باعه ب13 لأنه كان يريد أن يقبض ويستقبل المبلغ هو الشركة القادرة على ترويج المشروع تستقبل هذه هي الثروة الثروة في المستقبل هي في الاختراف نريد أن نخرج مخترمين الطالب عندنا بيعرف بكلية طلالة الغزالي للابتكار طلالة الغزالي طلالة الغزالي طلالة الغزالي متفوقين على أساتتنا خصوصا في الصفوف الأولى لأنه عنده اللاكشري أنه كل نهاره قاعد على الجهاز بينما الأستاذ بسكين أو الأستاذة عنده شؤون البيت والوجدال عنده يروح يجعمل الشطي ويجيبه غلط ويتبهدل في البيت وينسب بدنه منه معه الجطط بينما بينما الطفل قاعد عم يدرس بس ما عنده شي تاني قاعد يشتغل أنا تخرجت من هذا النظام الفاشر أنا واحد من نتاجه ولكنني قررت أن أدرس لوحده أنا أخذت الشهادة بس لأشهر ولا أعتبرها أنه هي تاروتي وطبعا جمعت عشرات من شهادات الدكتوراه والأوسم والأقريق كلها نتيجة أنني تلميذ بسألوني الناس أنت شوء اليوم كان عندي مقابلة الصبح مقابلة مسجلة شو أنت بتسميحها لك قلت أنا عامل معرفة شو يعني عامل معرفة؟ يعني أدرس وأتعلم علوم المعرفة والمعرفة هي مش نعرف مين أحسن نجم في السينما ومين بأحباء أو أحد بلعب فطول مشاهد معرفة المعرفة تعريفها اليوم هو استعمال تقلية المعلومات والاتصالات هذه هي المعرفة تعريفة بسيطة أن يصبح تقنية المعلومات والاتصالات في حياتنا تماماً كما نظام الجهاز العصبي في جسمنا عندنا إيد وعندنا عينين وعندنا أجنين بس ما في شيء بتحرك بدون الجهاز العصبي وهكذا في حياة الإنسان لذلك أنا أتمنى أن تقرأوا كتابي الذي أصدرته الأسبوع الماضي عن مستقبل عالم المعرفة وهو مش للبيع هو إهداء مجاني وأتمنى من زملائي سميلي أخي حبيب أن ترسل إلى الألخونين ألف نسخة بتكم ألف وخمسمية ألف وخمسمية ألف وخمسمية نسخة ليوزع على الأساتذة وعلى الطلب إهداءاً مني هذا الكتاب يظهر أين سيكون العالم وكيف أبنائنا مش أبنائنا ولا أحفادنا أنا أحفادي تخرجوا من الجامعات أحفادي مش أولادي أولادي أكبر مني بالعمر أحفادي أحفادي تخرجوا من الجامعات كيف سينظروا لنا أننا نعيش احنا كل من في هذه القاعة في العصر الحجري هذا بالنسبة لهم هو العصر الحجري بالنسبة للمستقبل هيستغربوا كيف أنه الواحد لما بدي يحكي على المايكروفون بدي يطلع على الدرجة ويجي لهون ليش أنت المايكروفون لحاله بس المقدم يقول بدي يحكي طلال أبو غزاني المايكروفون يجي لعندي بيستغربوا كيف منضطر نفتح الباب كيف كنا نضطر نسوق سيارة ما في سيارات في هذا الكتاب ستروا كيف أن هذا النظام العالمي اللي بنسميه ثورة الصناعية الرابعة اللي هي ثورة المعركة سوف تغير كل شيء في حياتي فبحب تقوله واللي عند وقت بكرة يزور معرض الكتاب الأخ العزيز والصديد الكريم بقردوني ألف كتاب عني بكرة سأقوم بإهداءه اسمه طلال أبو غزاني رجل سكنته المعرفة يعني أنا أؤمن بأن القوة هي المعرفة كل شيء بيكل شيء في حياتي وأكرر المعرفة هي استعمال تقنية المعلومات مش نعرف آخر الأخبار هذا موضوع مفيد إنك نسمع الأخبار بس مش هاي المعرفة نعود إلى موضوعنا وأنا حتى أكون مباشرة أنا بما يربطني وأنا مضطر أقول الشهيد برفيق الحريب أنا المتوفين الكبار ما بأعتبرهم متفرين بأعتبرهم موجودين فأنا أقول بما يربطني مع رفيق الحريب من صداقة ومحبة وبما يربطني بصيدة حيث تعلمت تعليم الابتداف وكنت أمشي إلى صيدة من الغازية يومياً أربع ساعات طبعاً نعم كنت أنا سعيد أنا عم بمشي أربع ساعات الدكتور بقول لك يمشي ساعتين بالأسبوع طبعاً أنا بمشي كل يوم أربع ساعات في أحلى منين ولذلك أنا شفتوني طلعت عطرج عمري واحد وثمانين سنة بجربوا الشباب يعكزوني مشان يفرجوني إنه ختيار بس أنا ما بتحداهم لما بمشي إذا بلحقوا علي أبنائي أبنائي وأولادي بالمؤسسة بتحداهم لما بمشوا معي إذا بقدوا يلحقوا علي في المجر لأنني نتاج نعمة المعاناة أنا ألفت كتابين بحياتي الكتاب الذي أود أن أهديكم إياه عن مستقبل العالم المعرفة وكتاب اسمه نعمة المعاناة اللي عم بيعاني هو السعيد والسعادة قرار ما في واحد بالخلق سعيد ولا واحد بالخلق حزين أنت بتقرر الصبح تكوت فيه وتقول أنا نكبي أو تفقي الصبح تقول أنا أسعد إنسان بالدنيا والله لا أذكر وإنه بيعرفوني لا أذكر أني صحيت يوم الصبح وأنا مش عم بنكت وبضحك وبنصحك ولا يوم بكل حياتي مش اللون يوم يعني بكل حياتي لأنني قررت أن أنتقم من عدوي بأن أتفوق عليه وبأن أكون سعيدا غصبا عنه مش هو بدي يحطني ويدمر بلدي ويدمرني ويثبت أني أنا إنسان فاشلة أنا بدي أنجح وبدي أكون سعيد وأخليه أغيره وأنا دائما أقول لها تحدد طلبة إذا في طلبة يعمل الرسارش على الإنترنت إذا في من عدوي الصهيوني شخص متفوق علي يعطوني إسمي هذا كان رسالتي أن أنتصر على العدو بأن أكون أفضل منه أفضل منه وقد تحقق جزء من حلمي هذا عندما في 2001 الأمم المتحدة أرادت أن تنشئ فريق للأمم المتحدة لوضع سياسة العالم المعرفة 2001 وأسست فريق اسمه UNICT Task Force فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات وحضرنا الاجتماع كنا 52 شخص يمثلوا بحكومات العالم العظمى والكبرى الشركات التقنية الكبرى المنظمات العالمية وتمان أشخاص من القطاع الخاص في العالم أنا واحد منهم انتخبت رئيسا لللجلة التمكيدية لهذا الفريق قال كوفي عنان يومها قال بل ما رئيس تنتخبه انتخبت رئيسا قلت اسمح لي ألتقي كلمة هذا اجتماع تقني ما فيش فيه خطب قلت له لا أنا بس بدي أحكي كلمة شكر هذا الفضل قلت أشكركم على انتخابي رئيسا عليكم وخاطب العالم مع علمكم بأمن فلسطيني أردني عربي مسلم موفمبر 2001 واللي بتذكر 2001 كان فيها سبتمبر 11 2001 اللي كان يومها هذه الفئات الأربعة تعتبر إرهاب العالم الفلسطيني والأردني والعربي والمسلم فأنا فيه التهم الأربعة وانتخبتوني فريق رئيسا عليكم أنا بشكركم والله سكوت فوجي ونشوه طب واحد بقول شكرا على اتقادكم ومحبتكم بس لهم انتخبتوا عليكم إرهابي رئيسا بعد ممكن عشرة خمسة عشر ثاني سكوت السفير الأبريكي بدأ يصفق وصفقت في قاعه قال لي بعدها كوفي عنام هذا الخطاء اللي هو سفر واحد عن ألف خطاء لأنك قلت لهم ما كان يجب أن يعرفوه من دون أن تقول هكذا أنا كان دوري منذ البداية بلورت سياسات وأنظمة تقنية المعلومات بالإضافة إلى مجالات الأخرى كثيرة مش هذا مكان ولكن ما أريد أن أقول كما أنا أنشأت أول جامعة في العالم للابتكار أنا أريد وأتمنى وأعرض نفسي خادما لهذه المدرسة لتتحول لمدرسة الابتكار أنا أتمنى أن يصبح اسمها مدرسة الفيق الحريري للابتكار لأن الابتكار يبدأ في المدرسة زوكربير كان عمره 19 سنة لما اخترع عنه 19 سنة ماذا يعني الابتكار؟ يعني أن يكون تفكيرك موجهاً لأن تنتج منتجاً أفضل من الموجود إحنا ما مطلوب بأننا نخترع بناية شيء يجب أن يختلف عن البناية بس تصميم مختلف هذا اختراع أي عمل فيه تحديث مفيد لأي اختراع موجود هو اختراع هكذا يجب أن يكون توجه ويجب أن يكون دور الأستاذ أن يساعد الطلبة موجه فمي ليس أستاذ يقف بالصف ويعطي محاضرة يضحك عليكم بالطلب ويقعد مجمور يقعد بالصف لكن يكون عادي يفكر لماذا أنا أضيع وقت يوم الدور الأستاذ في كل المراحل يجب أن يكون دور الموجه الفمي الموجه التقني مفيش صفوف تلقى فيها المحاضرات والخطب هذا الكلام الجديد أنا بنتي تخرجت واحد من أولادي بنتي تخرجت وأنا أفخر الأسبوع الماضي سجلت اختراع في أمريكا وأصبحت واحدة من أربعة بالمئة من المخترعين في العالم حضرت صف وهي تدرس ما كانش فيه أستاذي يحاضر الأستاذ كان مثل بونيس السير وأنا عم بحكي عن كلام قبل 25 سنة كان عن أضواء اسمه بيعمل بيطرح بيطرح الدراسة من خلال البحث بيطرح سؤال ويطلب من الطلبة أن يحلوا المشكلة مش هو كان وقتها اليوم بتذكر تماما موضوع كيف نحسب في النظام المحاسبي الأميال أو الـ في الفناتق لو تطير على الطيارة بتأخذ مائلز كيف بدنا نسجلها في الدفاتر لأنه هاي مش إيراد ولا هي مصروف ولا إلا قيمة إلا إذا استعملتها فكان السؤال هيك والطلبة يناقشوا وهو يدير الحوار بينهم هذا الأستاذ لم يتكلم ولا حبارات يقول لهم جوابنا كان يسأل الطلبة هذا أسلوب التعليم إحنا في جامعة طلالة بغزالة لا يوجد تعليم أساسي في حاضنات في لاب يدرس فيه طلبة اللي بدي يخترع اختراع في السياحة اللي بدي يخترع اختراع في الهندسة في التعليم الأخرين مهنة التعليم إذا لم تتغير سنصبح بدون معلمين وبدون متعلمين وكذلك مهنتي أنا اللي هي أحد مهنين اللي أنا فيها بالإضافة للتعليم كمحاصب قانوني مدقق أنا ألقيت خطاب في مؤتمر للتعليم للمحاسبة قلت إذا لم يتغير مدقق والحسابات في مفهومهم للتطبيق سيصبح ذلك فراغ في الدنيا يملأه التقنيون وإحنا ما يننزون إحنا الآن عم نشتغل كمؤسسة على مدقق هو كمبيوتر فهذا المدقق اللي بروح على الشركة وهذا المدقق الكمبيوتر مجرور يروح على الشركة هو عني في المكتب البروغرام بدخل على جهاز الشركة بيراجع إذا الأنظمة الحسابية المطبقة صحيحة إذا الإجراءات التطقيق شو نتيجتها إلى آخره والبروغرام بيعمل التقرير ما في ميزوم لمدقق يروح على الشركة يفتح التفتر ويشوف إذا الحسابات موجودة سينتهي دور المدقق الطبيب سينتهي دوره ما في شيء اسمه طبيب الطبيب سيكون الخارطة الجينية للشخص الموجودة عند الصيدر خارطة الجينية صابني رشح الدول اللي يصلح لي ما بصلح لعلي كل واحد جيناتو شكم وأنا كنت في أيضا على مجلس المنظم العالمي للملكين فقرية وكان معي رئيس من أكبر شركات الأدوية قال 80% من الأدوية اللي نبيها لا تعالج لأنه ما في دوا بعالج الجميع هي مسكنات لأننا العلاج يجب لذلك يتنعلك واحد يقول لك أنا برتاح على الباندول الثاني لا أقول الله أنا بحب الأسبيرين ليش؟ لأن جيناتنا تفتلف فإذن نعود إلى موضوعنا إما أن تتحول المدارس لتصبح مكان مثل ما مش عم بحكي عم بخترع هذا الموضوع سبقني فيه مدرسة بريطانيا اسمها هارا معروفة هارا استداءة من العام القادم ما فيها صغوف الطلبة يسكنوا في سكن ويعلموا بعضهم من كل العمار كل العمار أصلا يا ستي الطفل اللي قاعد في حضن أمه كيف تعلم قبل ما يصير يمشي الطالب بتعلم لأنه منه هو طفل بيسحب الجهاز اللي عم لاسكته أمه وبقعد يلعب فيه أو بقول لأخوه أو أخته علمني فهو عم بيجي على الصف وتعلم لماذا نطلب من الناس أن يكتبوا بالقلم والورقة مثلي ما هو الطفل لما بيستعمل أصبعه على الجهاز عم بيكتب الكتابة على السمارتفون أو على التابلت كتابة بالأصبع شو عم نعمل لما واحد بيعمل هيك شو عم بيكتب ولما بيشوف شو الجواب عم يقرأ فالطالب يتعلم القراءة والكتابة لذلك مثلا في فنلندا ألغوا مادة التعليم اللغة ما في تعليم اللغة بدك تعلم يعلمي بس مش مطلوبة لأن الطالب يتعلم لغة المعرفة قبل ما يروح على المدرسة واحد بتعلم يشتغل بأصبع بطالب يطلع على اللوح وأكتب بالتبشورة ليش أكتب بالتبشورة؟ ما أنا عندي أصبع بيشتغل على الجهاز يجب أن ندرك أن التعليم وأنا في هذا الموضوع فيه فصل في كتابي هذا اللي أتمنى أن تحصلوا على نسغة منه عن أثر التعليم أثر تقنية معلومات والإنصالات على التعليم فإذن أنا أتمنى أن تدرس إدارة هذه البدرس هذه الكلية أن تدرس إمكانية أن تقود عملية التغيير في المنطقة من خلال التحول إلى الابتكار أنت ما في شيء يا مدير ويا أستاذ ويا معلم ما عندك شيء تعطيل الطالب مش موجود ما في المعرفة كلها موجودة على الإنتر خليني إذا أنا مستعد أخذ أسئلة وأخذ الأسئلة ولكن بالمايكروفون أعطونا مايكروفون سنبدأ في جلسة الأسئلة والحوار ويسر الجلسة مديرة سنوية رفيق الحريري السيدة هبا أبو علف شكراً للمشاهدة بك ثمانين انما انت شاب بعقلك اكتر من كثير من الناس اللي هم دعونا فبشارك اوضعك معنا وبتصور لتحضور متشورك انه يسألك لأسئلة اللي عزله وخاصة على الموضوع اللي فرحته جداً كونتروفيرشل يعني بقصة التكنولوجي وفيه كتير قراء حوله ان كان مع او ضد او بالنص فبتصور فينا مدة الاسئلة احنا كده ابسلنا للمدارس انه يبعثوا الاسئلة قريبه وقت لحتى تكون اكتر يعني مصدلة لحقتها بالاسئلة اللي موجودة عندي بنرجع عندي للحضون كان عندنا سؤال كيف يمكن تطبيق اجراءات معايير الجودة في مدارسنا دون المعديل في الميزانية السنوية من جهة وعلى الفرق الكلفة على الاحالي من جهة اخر انا بدي ارايحك من الكلفة لانه انت اذا استعملت الاسلوب المعرفي تنقف التكاليفك الى اقل من الربع التعليم من خلال الجهاز لا يحتاج لا الى صف ولا الى كتب تطبع ولا الى اساتده يدرسوا الى مادي اللي يدرسوها انحن نتكلم مالش انا شوفوا اعترضوا بس ما حدا يرمي علي شيء لا انا اللي اقوله احنا نريد ان اباشر هذه التجربة هنا اذا سمحتوا اذا سمحتني هذه المؤسسة العظيمة اللي نفخر فيها وباسمها وبادارتها هل تسمحوا وان احنا الان عم نشتغل مع مؤسس بالددقوي مع السيد هاني حافظ على برنامج للجودة في التعليم انا اخذت قرار من اسبوع في مؤتمرنا للجودة للتعليم بان تصبح تقييم الجودة هي في هل تخرج طلبة مبدعين او لا مش واحد حافظ طب الحافظ بيقعد بالبيت وبيحفظ اعطي كتب اشتري له من المكتبة كل المكتبة وحطي له اقول له اقرأ احنا نريد ان يكون البرنامج التعليمي هادف لتخريج الطلبة طيب كيف انا نوفر مش كيف نصرف اكتر هذا البرنامج هو لتوفير في المستقبل صدقوني انا مش عم بحلم ولا عم بعرض شيء وانا بخطرت مع كل موضوع فيه جدل ما في جدل في واحد كما قال الرئيس هارفورد ورئيس ام اي تي هذا تسونامي جاي سيجرف كل من لا يتحير حرفيا هذا تسونامي هذا تسونامي اذا انت ما تغيرت هيجرفه المدرسة اللي ما بتتغير لن تجد طلبة اليوم فيه طالب مستعد يجي يقولك اطلع على اللوحة اكتب لي بالتبشورة ليش اكتب بالتبشورة ما انا عم بكتب انا معي جهاز فيه مدارس يجوز يقولك ممنوع تدخل جهاز على الصف يجب ان يكون الصف هو الجهاز ويجب ان يكون الصف هو اختراع متل الاختراع اللي اختراعوا الشاب هذا الفلسطيني اوقف اوقف اللي اختراع جهاز انا انا مش عم باحكي عن شيء عم نقطرحه للبحث عم بقول عن ثورة هذه الثورة ستجرف من لا يتحول معها اقعد انت اقول انا ما بدي خليك قاعد ستجرفك التعليم والتعلم اولا التعليم الحكومي انتهى السويد قررت انه السنة الجاي ما في تعليم حكومي مش شغل الحكومة تعلم لانه التعليم اصلا مفهوم وتغير فبالتالي برامجك انت حر فيها وليس يقرر لك ايها وزير تعليم ولا وزير تعليم عالي ولا وزير تربية وتعليم انا اتكلم عن اننا نريد ان نخرج جيل من المبدعين من المبتكرين من المخترعين مش واحد متعلم يدورها وظيفة بدي واحد مخترع يعمل المشروع ويشغل وظائف اوكي كان هيدا السؤال من سراوية المقاصد اللي حدثتك تعلمت فيها نعم انا انا اول ساعة البستها بحياتي كانت في جامعة في كلية المقاصد في بيروت انه هون تعلمت في المدرسة البروتستانت وانتقلت الى صيدة لازم احكي لكم قصة بس لتسوي انا رحت اسجل في مدرسة المقاصد كان وقتها قال لي يرحموا الدكتور زك النقاش هو الناظر المدرسة قدمت الطلاب وعبيته والاخرية فالرجسترار قال لي طيب الرسوم قلت له ما عندي قال لي يعني كيف انت بتتعمرك سمعت بمدرسة بيتعلم بدون ما يدفع الطالب كيف يعني بدون رسوم قلت له لا انا بدي منحة قال لي منحة بعد ما تثبت ناك تستحق المنحة فقعد احكي معقول لي بضيع ليش وقت يا ابني مزع الورقة ورماها بالزبال استسلمت لا رحت عند محمد اسلام اللي هو عم رئيس الوزراء تمام اسلام رحت عند محمد اسلام عالبيت قالوا لو في طفل شاب صغير بدي يحكي معك قال لي خير يا ابني قلت له ما عليش ادخل قال لي ليش قلت له بدي احكي معك ممنوع احكي معك 11 سنة 11 سنة 12 سنة قال لي نعم يا ابني قلت له اصلك قال طيب شو بدي اعمل لك قلت له بدي تكفلني لفصل واحد كفالة شخصية اذا طلعت الاول بتثبتوني في المدرسة اذا ما طلعت تطردوني شو خسرت فصل واحد الكراسي موجودة ما رح يتخير شي الاستاذ نفسه المصاريف نفسه قال لي والله في منطق بكلامك بس انت متأكد قلت له لا انا محتاج في شي اقوى من انه الواحد يكون متأكد ان يكون محتاج خد مسك الورقة وبدأ يكتب فلان لكتب لذكر نقاش يقبل الطالب الفصل واحد شرط ان يكون الاول على صف قلت له لا الاول في جميع المواد وفي المعدل العام قال لي له درجة قلت له له درجة وهكذا كان فهذه المقاصد علمتني بمنحة كل الفترة وكذلك كنت الاول في صيدة وكل دراستي لم ادفع دولار واحد لاني كنت دائما الاول في كل المواد وهاذي النعمة نعمة المعاناة فايذا انا اقول اننا يجب ان ندرك اننا امام دورة ستغير كل شيء المقاصد لا هلأ مدرسة عيني الحلوة الابتدائية الرسمية نحن كمدرسة رسمية ما هي التقديمات التي يمكن أن تدعم مجموعة طلال أبو بازالة فيها المدرسة لمحاولة نقل المناقش الدراسية من المقهوم التقليدي إلى المقهوم الحديث من ناحية المعلم والتلمي ممتاز أنا مستعد المدرسة التي بدأت تتحول لتصبح مدرسة ابتكارية أنا في خدمتها وأيضاً يسألوا كيف يمكن أن تساعدنا لنسعى صفوفنا بيئة تعليمية مثالية وخاصة أن تلاميذنا يعيشون في بيئة معدومة مادياً ومعلمياً هذا الكلام مرفوض المعدومين مادياً هم الأفضل أعلى نسبة أنا أقول من موقع المعرفة أعلى نسبة معرفية تقنية هي في مخيمات اللاجئين وتحت الاحتلال لأنهم محرومين لأنه الشاب ما عنده نادي يروح عليه وما في محل يأخذ عليه البنت على السينما وما في معه فرصة أنه يروح يشتري هدية ويطلع معها على البحر هذا الإنسان حياته كلها في هذا الجهاز نسبة ما نسميهم المواطنين الرقميين وهذا بالمناسبة للأمم المتحدة تجري الآن إحصاء سنوي من أحد مؤسساتها اسمها تحصي كم طالب رقمي في كل بلد لأن هذا هو معيار تقدم هذه البلد أعلى نسبة مواطنين رقميين هي تحت الاحتلال وفي المخيمات فما حدا يقول لي أنا فئيل كل شي محتاجه أنت أن يكون عندك جهاز واتصال على الإنترنت بس في سؤال من سنوية رفيل حليلة هل هو الحظ أم الإصرار اللي وصلك له شوفي المشكلة لما واحد يحكي عن الحق الحظ هل هو الحظ؟ أبدا الحظ هو أداة نستعملها أداة نستعملها وأنا بقول الحظ يأتيك أو القدر يأتيك بتمسك فيه بتعرف أين تتمسك فيه أبدا أنا إذا كنت نجحت بشيء إذا كنت وهذا تقييم المشئلي لغيري إذا كنت نجحت لأنني أيضا أنا نتاج الثقافة المسيحية التعليم والثقافة الإسلامية أثنين عظيمين بالمحبة المحبة أقوى سلاح في الدنيا الحب إذا بدك الناس تحبك حبهم ما حدا بقولك أنا ما حدا بحبني لأنك أنت كريه إذا الواحد بعد الناس ما متحبه هو كريه مش الناس الكريهين أنت قرر إنك تحب الناس متحبك الناس ما فيه بحس معدي الحب مرض معدي الحب أقوى سلاح في الدنيا إحنا بنظل الطيارات والدبابات إنت تستطيع أن تملك الدنيا بالمحبة ثانيا السعادة إنت عمرك شفت واحد نجحه هو تعيس واحد محبط دي بريست كاره نفسه وخاره حياته بقدر إنجز شيء الإنجاز يتطلب سعادة والسعادة قرار مثل ما قلت من أول ما فيه حدا يولد سعيد ولا تعيس أنا قررت من يوم ما رميت كلاجة أني أنا غصبا عن عدوي ولا حتى أغيزه ولا حتى أنجح بدي أكون مبسوط أكتر منه هو بدي يدمرني مش رح أسمح له أريد أن أنجح وأن أكون سعيدا فإذن القرار الإرادة بسلاح المحب والسعادة تحقق ما تريد مين بحب يسعى السؤال بجل الحضورة عنه أولاً صلاة والسلام عزيز القرم بنرحب في الإسلام طبار مبادان أنت عقورة الشعر المرسلينة وأنت نموذج تهتدى لك فأنا أتبع أخبارك من أكثر من 30 سن عنيات مختارة الغازية أو براء كثيرة أنا أتبع كثيراً وحدثني عنك كثيراً فقلت نموذجي أولاً فأنا كنت معتوف أكثر منك ولكن قلت تبقى نموذجي فتعلم وأشتغلت وأصبحت معدماً الحمد لله معدماً معدماً الشغل المساعدة أنا بأتي أعيني شكراً على الإثنان خلال مبادان أشعرنا على الفناية الأولى شابع مباداناً وأنت نمباداناً أولاً فشكراً لهذه العائلة الكريمة أولاً سؤالي في إقتصاد في التكنولوجيا أوكي شيء ملتقب بيها ولكن إنه نترك المتارف ومترك القبشور ومترك القلم هذا شيء صحيح هيدا أول شيء تراثنا أخلاصنا يمسك القلم في إيدنا ومترك الحق في إيدنا والجهاز اللابطوب وإنهات أوكي مفقرة تطور حيني ولكن إنه بترك المتارف نتحول إلى مدارس من هالنجيون على الهاب وعلى الهاب وعلى الهاب وعلى الهاب يعني قبل ما نكتب بالألم كيف كنا نكتب؟ لا كنا نكتب كنا بالحجر نحفر ليش ليش بنتقلنا للألم؟ ليش بضلينا بالحجر؟ أنا كنت في مؤتمر للتعليم وكنت في مؤتمر للتعليم وكان أحد المزراء لما كنت عم بحكي بعد ما حكيت قال طلال أبو غزالة أستاذنا ونحن والآخرهي ولكن ليس هنالك دراسة تثبت أن التعليم المعرفي أفضل من التعليم التقليدي اللي هو كلاسلون بالضبط فهلأ بما أنه في شي أحسن من الألم ليش ما أستعمله؟ فالمهم فبقول الوزير الوزير بقول إحنا ما شفنا دراسة تثبت أن التعليم الرقمي أحسن من التقليدي قلت له والله مظبوط ما علي الوزير بس أنا كمان ما شفتش دراسة بتقول أن رقب الطيارة أسرع من رقب الإحمار انت شايف دراسة؟ طلع حدا على دراسة ميدانية تثبت أن الطيارة أصلاع الأسرع من الإحمار؟ حجمنا الجميع مشاركتنا بكاركة الجلسة لتعليم الدكتور خلاص بولدها من قبل الرئيس فلذي سيدة المهندس محمد السعود حجمنا الجميع المشاركة والمقار لانتهاء الجلسة تفضل استيضاء مع التنامج على ما تفضلت به سيد ومع الشكر الجزير لما تفضلت الآن من دوشيهات هي القررة المبنية على فرحان وعلى فرشرة ولكن هناك ضعط المناقشة التي أسمع المقسم لأن تفضل بها أولاً بالنسبة إلى التوجه لكبالات نحو التكنولوجي ألا يحشى أن يتحول الإنسان إلى مجارة أداة وآد؟ أليس أن الله وزع المبادئ على البشر؟ وهناك من يستطيع أن يبقى وهناك من يلتفي بالمعرفة وهناك من يشارك التذوق والاستماع كما أن هناك من يشارك في الكلام وفي الأعقاب إذن عندما نكون أمان مجموعة من التدامين ألا يجب أن نحتاج لدى كل منهم فتراتهم وموضباتهم على الإبتاد تمام أنا موافق ثم أنا أشاطير كرة كما قال يا جيفا وأحد علماء الناس والتربية السلسيين وهو شبيه جدا يقول إن هذا كل تعلم هو الإبتاد ولكن أستطيع ألا يجب أن نكون شخصية الإنسان قبل أن ندفع دفعا نحو هذا الهدف الذي موافقه موافق مئة بالمئة وهذا هو دور الأستاذ والمدرس يكون شخصية الطفل اللي يصبح مبدعا موافق وأشى أيضا أن نتحول ذات يوم إلى حادة إجتماعية الإنسانية مشاهدة فبتكون فرزا لنخبة على حساب جماعة وهذا ما يجب إطلاق ألا يتم لأن فيه عدم إجرام الإنسان الإنسانية ولكن أيضا من جهة ثانية أنا أوافق على ما تفضلت بها من أن هذا المدرسة هو أن تخرج مبتعين ولكن ليس مبتعين فقط في مجال التكنولوجيا فبتكون في كل مجال النظر في العلوم في الآدات في اللغات في الفلسفة في كل مجال المجالات نحن نحاجر إلى جميع أولاد في تكوين المجتمعية ثم على الدولة أن تحت ضمن لا أن ننخرج مبدعين ومتقرعيكم نرسلكم إلى الخارج بل أن نسمح في بلادنا فالآن أحب هذا العجور الصغيوني في بلادنا لا في الخارج لا في أمريكا ولا في أوروبا بل في بلادنا العربية وفي هذا المسجر العرب هذا ما يجب أن نسعى إلى إعداده إعداد الجابي من خلال مساءة للنفاوية ومدارسنا وشكرا جزيلا لك وإلى اسمطان أنا موافر بس بدي أضيف ملاحظة بسيطة أنه لا عدرة لأي طفل أو شاب أو طفلة أن يتحجز بظروفه أو بعدم أو دعم الدولة أو الشركات أو الناس أو الأهل كل المبدعين أبدعوا لأنهم كانوا محرومين من أي رعاية أنا أول درس أخذته في الكمبيوتر كان سنة الخمسة وستين كان ش ممكن أحد مولود هنا بما في جنابك ما بعرف خمسة وستين كنت موجود؟ ايه خمسة وستين كان أصلا اسمه كمبيوتر كان اسمه ويرد بروسسور وقتا عقلي قال لي أنه هذا ليس النهاية هذا بداية فتابعته فشو اللي أنا بدأ أوصله؟ بدأ أوصل أنه يوم من الأيام سمعت بأنه شيء في شيء اسمه انترنت عم تشتغل عليه حكومة أمريكا كنت أنا على غرفة تجارة دولية في باريس فبتلك الصفة استدعيت هذا الرجل كان اسمه إيرا ماجازينر وهو مستشار رئيس الأمريكي للانترنت جاء الرجل ليشرح لنا عن فكرة الانترنت ما كان في شيء اسمه انترنت كانتش مصنوعة كانت فكرة وبالمناسبة بناتي وأبناعي كل ما يستطيع عقلك أن يخترعه هو حقيقة تنتظر التطبيق إذا خطر لك أنه الواحد بقدر يمشي على السقف هيجوم واحد يمشي على السقف إذا قدرت أنت عقلك يستوعب أنا عقلي ما بستوعب الواحد يمشي على السقف لكن أي شيء عقلك يستوعبه هو حقيقة ستصبح واقعا المهم إجا الرجل وحط على السكرين صورة جهاز يسبه الكمبيوتر الديسكتوب الكبير وكيبورد وأمامه كلم عم يشتغل على الكيبورد وكان مكتوب عليه أن عظمة الانترنت أن الذي على الطرف الآخر لا يعرف أنني كلم لأن الانترنت هي المحيط الوحيد في الدنيا الذي يحقق المساواة إحنا على الانترنت ما في إنا اسم كل واحد عندما يدخل محيط الانترنت متساوي عندنا فرصة تاريخية للمساواة إذا كان استطاع يان كوم أن يخترع الواتس أب أي طفل عربي يستطيع أن يخترع الواتس أب واتس أب أي طفل إذا قرر ذلك مين اخترع الياهو اتنين طلب يتخرجوا لم يجدوا وظائف قعدوا في الابارتمنت يلعبوا على الانترنت اخترعوا الياهو اللي قيمته اليوم 150 إلى 200 مليار هذا الإبداع وهذا هو صنع الثروة وهذا هو صنع المستقبل والحرب الصراع بين أمريكا وبين الصين هو على هذا اللي عم نحكيه من سيتقدم أكثر في التقنية اللي مزعج أمريكا هو التطور التقني في الصين اللي اخترعوا انترنت تنافس الانترنت الأمريكية اخترعوا جي بي اس ينافس الجي بي اس الأمريكي الصراع صراع تقنى الصراع واللي عنده وقت أنا عندي محاضرة في غرفة التجارة يوم الخميس الساعة واحدة ونص عن ما أقول أنه نحن مقبلون على حرب عالمية نتيجة كارثة اقتصادية ستحل في العالم عام 2020 سيكون هناك انهيار اقتصادي شامل في العالم وبنتيجته سيدخل العالم في حرب هذا مش شيء سيء سدقوني الحرب ممكن ان تكون فرصة احنا بنسمع بأغنياء الحرب واحنا بنسمع كيف دول بنيت بسبب الحرب احنا نستطيع ان نقرر اذا كانت الحرب هذه ستفيدنا ام ستضرنا انهاي قناعتي بكل شيء انت بتقرر ما في شيء مفروض عليك ما قلت لنا اسمه ما عرفت عليك ما قلت شو ما قلت لنا شو شو اسمه ولا شو اخترع مين هو؟ ايو الشاب قوقف شاب فلسطيني من فلسطين شاب شاب من فلسطين تربى في صيدة واحترضناه مؤسسة الحريب وسجلنا له اختراعه نحن طلال ابو غزالة شو مش راحنا شهر هذا الجهاز الناس هو جهاز اتهب للااتصالات بشكل تاريخ وزيفته الاساسين طلالت من منتصدر شريحة للااتصالات تاريخ السنفة على سعيد ابنانحنا نحكي هذا الجهاز عفوا ولكن هكذا عنده طريقين لا يحصل على السنفة أول طريقة هي نتجة لشركة التصالات بما في هذا الوقت في الدرجة الأولى فقط على فرض أنه غير محل صفق السيارة الطريقة الثاني الذي يتوجده هو نقاط البيع الذي يتعرف فيه لحكاية الدرجة الأولى فتجهنا أنه حتى نسمع هذا الجهاز وهو في جهة أساطة في الأيام يستهدف فيه على هذا الجهاز الموجود في الأماكن العامين يدخل منه على صعيد 2 من كانت هذه الهواجهة يدخل هذا السنكار لأكتبات الدرجة مجرد ما يدخل في التليفون الدرجة في دائمنا ثم نقوم بهذا الجهاز الذي يضيف فيه بعض الشرامات منه أنه يدخل فيه هذا الجهاز يعطيك بضاءة تشويش الشئ التامل في هذا الجهاز فيه وميز التعبق بالعصير يعني إذا واحد يدخل دولار اربع دولار اربع دولار اربع دولار اربع دولار يدخل المكان على صعيد 2 فيه يحصل عليها الثالث خدمة هي فيه يدفع لكثير المشاريع للجهاز رابع خدمة فيه يحصل على خدمات نتر يتخلصها بالبلاي ستور والآي تونز ويقوي بلاي ستور أجل شرم اللي يدخل أنه معدة الجهاز بي يتحول مصارير المشاريع يحويل واستلام أموال بس لا تدخل حفوض البلد الوارد فهكي كان شركة الاخراع والحمد لله داد أطلنا فيه وزارة الاقتصاد والتجارة بكعبة مع مجموعة الاستسلاة وحصلت على وراءة الخراع بـ 26 اتراع شركة الانتر شركة الانتر شكرا 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 هو أساسي لهذا فك أنت تأخذ بطارة شكراً حسناً؟ الحالة خذرتك اللي عطيكي بالنسبة لبطارة التشريش تجيك تشارج بطارة لك مظهول قاماً طبعاً، إنت خذرتك معك حساب المعكة في كثير عامة المعكة عم تحساب المعكة مظهول؟ شكراً 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 سؤالي الثاني، تعمل معلوم؟ سيدي القرار، أنا لا، أتخذ عائلت ناسي إذاً، أنا تقول ما لا تتقللش بمدازة منحوكة الحالي طب دائماً تخصار كبان بعد مدازش القضر وقت وتبدي شيئة كبان بنفس الواحد تتقلل معاً؟ تتقلل معاً؟ لا، أهل اللي بده، أهل اللي بده بس لا، مثل ما هو يقدم لك تبالج المدرس هاي المدرسين، كمان اختارك المدرسين من القضر ويجمع مدرش فيها بدون ما إحنا نتقل، مثل ما هو يجب، بدون ما كنتم تتسألو وعند أبدن حالي، يريدك بني أبدن حالي لبعاً قدرسنا مما إلا في فلسطين، ومن المنطينة أنا أصلاً، أو درست في الجامعة الأمريكية بأول منحة لأي طالب في الدنيا منحتها العمر لو لأني كنت الأول على لبنان، بس أنا أخذتها مش لأنه حبوني كان في منحة واحدة في الجامعة الأمريكية في بيروت للطاول اللي بالأول على لبنان، فكنت مضطرة أكون الأول، مش هاي منعمة؟ هاي نعمة المعاملة؟ أنا ما كنتش حابة بحكي، بس يعني إحنا نتشرف بأن ندبلنا اختراع ابن محمد وأن نساعده على كيف يصبح منتج ناجح اللي بنسميه في المهنة كيف يتحول الاختراع إلى منتج دجاجي هانا جمعة، مديرة مدرسة عاقشة من المؤمنين المجانية، مقاسة طايلة مقاسة طايلة، مدرسة عاقشة، هي مدرسة مجانية الحقيقة أنا كتير كنت عم تستمتع بكل كلمة عم تقولها خاصة للمحيطة عن الحب والمحبة وكانوا الأساسات اللي معني عنده يقولي كأنه عم تقولي تشكي دائما تقولها توا بالمدرة نحنا شعرنا التغيير بالمحبة، التعديل بالمحبة، الوصول إلى التمييز بالمحبة لأنه مقامين أن العبطلية مالت من المعاناة وقدرنا منها المدرة المجانية كمان نوصل للعالمين الحمد لله لأنه عندنا إسرار، الإسرار اللي حبث بك عم تحكي عنهم، نحنا مقامين فيه أول شيء عندي شغلتات تقولون، أنا ببداية العام الجراسي ألتهم للمعلمات كلهم أنه نحنا باتنا نمتعل عن دور المعلم ونشغل في المعلم الموجه لأنه بالعام ٢٠٣٠، المادة التعليمية ستخطي بك سيبقى الأستاذ الذي سيعلم أنطيا والمبادئ والمهرة بس البارح للمساء، أنا كنت عم تشغل بحث أنا وبنتي منطوب منها بالمجرسة كيف تتخيل العلوم والقيم في العام ٢٠٥٠؟ أنا ضللتها ساعة نتائي لله خفض من العالم ٢٠٥٠ تقول أنا عام ٢٠٠٠٠؟ أو ٢٠٠٠؟ ايه ركتابي؟ ايه ركتابي تيفصل عن هذا الموضوع؟ أكيد، بس إني شفتُ أمره بي عن الانتليجيونت أجليسيال، ذكائق الاصطناعي، دورو، شو بك يصير بالعالم؟ معكي أساسي، معكي مداري؟ برضو ايه ركتابي؟ طيب، هل قيمت؟ هل قيمت؟ كل هذا موجود في الكتاب كله موجود في الكتاب، شو تريده؟ أطلق في جدام هذه الجلسة من حضراتكم مشاركة فلدينا السيدة للتقدير والاحترام بضيفنا الكبير بتقديم رئيس مجلس فلدينا السيدة المهندس محمد السعودي اتدام إنجازات المجلس البلدي لمدينة السيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر